مقالي ومقاله ما بعد السقوط أصعب حاجة أن أنت تشوف ملامح المستقبل دلوقت واللي ما يشوفش من الغربال لو ما أخذ أعمى لا أنت شوفته مبارح مش دلوقتي آه فأنت المستقبل دلوقتي الخاص بالناشئين أنت بتنظم بطولة في ملعبك مش هنتكلم على التنظيم ومش هنتكلم على المشاكل اللي حصلت وأن أنت ما يصحش تغير ملعب زي استاد اسكندرية عشان تروح تلعب في استاد الماكس وكأنه النوات اللي حصلت في اسكندرية دي إس فجأة فجأة اكتشفنا أنه في نوات في اسكندرية وفجأة اكتشفنا أنه نجلت الملعب مجهدة وفجأة اكتشفنا أنه المنظر بقى وحش قوي فبنغير الملعب عشان ننقل على استاد الماكس دي برضو مسألة ما كانتش صحة أبدا لكن على الصعيد الفني فريق بيلعب 2003 بقالنا كان سنة عارفين ان احنا هننظم البطولة دي والفريق ده تتوه المسألة انه لا اصر محمود جابر ما كانش الاختيار الأمسل طيب وانتو لما استلمت المهمة ما غيرتهوش ليه سنة ونصة ما شارك في بطولتين كسب الجزائر وكسب تونس والناس اشادت بيه وقتها هل بيتقيم تقييم صحيح طيب هل اتعمله برنامج اعداد بالشكل اللي هو عايزه هل حد نفذ طلباته لان انا لما يبقى عندي المنتخب اللي قابل منه اللي كان مسكو الكابتن محمد وعبا يفشل اللي مسكو الكابتن محمود جابر يفشل طيب 2003 فشل وقابل منه 2006 فشل فين المستقبل فين المستقبل فين المستقبل في بطولة بالنظامها عندنا ويتقاهل منها منتخب جنوب السودان احدث منتخب في القرى لعب كرة يتقاهل يتقاهل باربع نقط واحنا نقطة واحدة مع موزنبيق وبعدين بطولة نشارك فيها ملعبنا وقدام جمهورنا ما نسجلش ولا جون ولا جون ما جبتش جون وبعد كده نبص على المعالجات الغلط بعد هذا السقوط والموانس عادلة لسه بيشير فجأة مسؤولين في الاتحاد يكسروا في المدرب وانه لا تنطبق عليه الشروط والراجل عنده بطولة شغال فيها فجأة يكتشف انه لا تنطبق عليه الشروط وبعدين يتقى الاصداء اللاجنة اللي فاتت اللي جابته ما اللاجنة اللي فاتت جابت شاوي غريب وانتو مشتوه يعني ليه ما مشيش من بدري اذا كانت قيم التقييم الصح انا مش هقولك هو كويس ولا وحش بس تقييمكم ليه ليه بعد ما الفست تكسر الراس نبدأ نتكلم على انه ما كانش منطبق عليه المعايير وبعد كده لما تلاقي الدكتور اشرف صبح وزير الشباب الرضا يقعد مع اللعيبة بدون الجهاز ثم مسؤولين في الاتحاد يقيموا المدرب والبطولة شغالة كنوا منتظرين ايه غير الاربعة زي ما المهان سعدل قال احنا كنوا متوقعين ايه وتفاجئنا بايه ما هي المقدمات تقود الا النتاج بشكل منطقي وبديه جدا يا جماعة المسألة ما عادش ينفع لان لو انت سألت اي حد على مسابقات النشئين وتنظيمها هتلاقي في منتهى الضعف والهزن لا يمكن ابدا تفرس لعيبة كويسة سبتوا المسألة الاكاديميات هي دي الاكاديميات اللي هتخرج اكاديميات كلها بفلوس الولد اللي بيلعب كرة مش تلاقي مكان يلعب فيه كنت اتمنى واحنا بنتكلم الدكتور اشرف صفحة قال ان الراجل هيعمل صندوق لدعم المنتخبات الوطنية كنت انا والمهان سعدل في المغرب وشوفوا المغرب عاملة ايه قاعدين مع الراجل رئيس الرابطة المغربية نكتشف انه المغرب بتصرف على الكرة ربع اللي احنا بنصرفه على المدربين وعلى اللعبة فهي المسألة مش ان احنا محتاجين فلوس احنا اوكي بنصرف فلوس كتير بنصرف من المالة العام كتير جدا على الكرة بس ما فيش تنظيم للكرة لا فيه تنظيم للمسابقات لا فيه اتاحة فرص للممارسة لا فيه رعاية للناشئين لا فيه بطولات للبراعم ولا مدربين مؤهلين خيرت المدربين بتوعك مش واخدين رخصة لما بيشاركوا مع المنتخبات او مع انديتهم بيقضوا في المدرج وما حدش عايز يتكسف وما حدش عايز يتحرك انه يا جماعة ما عندناش مدرب مؤهل وليلين جدا المؤهلين وهتلاقيهم مش شغلين وسايبين قطاع الكرة للسماصرة والوكلة اللي بيشغلوا المدربين بيلففهم على الاندية هي كل مشاكل يا سيد زفراهيم الكرة اللي عملين نفاجئ بيها حتى على مستوى الاندية والفريل الاول والقيد ومش القيد مصرحية وشغالة يعني يا سيد زفراهيم ما تقوليش ان فيه نظام فيه حاجة خفية تمنع اي تنظيم انك تحط نظام تلتزم بيه فيه شيء مش مفهوم متوقع ليه يحصل نجاح ليه احنا ما بنعالجش اي خطأ احنا بنشاور عليه وديه الاصعب يعني يعني بنقول ايه فلان الفلان اخطأ في كذا وبعدين لك الله ما فيش حاجة بتحصل بيفضل فلان فلان ده متخد للقرار طيب ما احنا عارفين بياخدوا ازاي وهل هو مؤهل ياخد القرار ده ولا لا احنا مش مش يعني مش في نزعة شخصية ولا انتقامية احنا عايزين الدنيا تتططع فلان الفلان ده لو لقى انظام ممكن يبقى كدر كويس انما هو مش لقى انظام فبيشتغل بقى بدماغه في هلوته وبالاملاءات وبالتليفونات وبالكلام ده وبالولاءات كمان يعني ما هو كل واحد عنده قدرات عشان تعرف قدراته لانه يتحط في سيستم ومحكوم وعارف انه هو ادي حقك وادي صلاحياتك وهتتحاسب ازاي هنا يبان كفاقتك انما لما تسيب لتحابل على الغارب واعمل اللي انا عايزه واعمل اللي انا عايزه واللي انا عايزه مش بالضروري يكون هو الصح فاحنا ما هواش عدم القدرة انما هو عدم الرغبة عدم الاهتمام لا مبلاة كل مرة نخصق على ارضنا نقول اهي فرصة وكويس والحمد لله عشان نصلح عملنا ايه في كاس الامم اللي خرجنا على ايد جنوب افريقيا بالمناسبة بيرسيتاو اللي خرجنا هنا على ملعبنا عملنا ايه من يومين ولا حاجة جبنا مدربين صرفنا عليهم قد كده عشان نقدم الولا حاجة اذا فنحن نتعقد وننفق من اجل الولا حاجة فلما ما يحصلش حاجة ما نستغربش لانك ما عملتش ولا حاجة مش طالب حاجة اتا مش ما هو انت لو حطت يعني كل حاجة يقولك التخطيط يبدأ منك تعط الابجوكتب الهدف حط الهدف طب بتوصله ازاي انا عندي ايه ونقصني ايه بس بساطة شدي اريع من اللي عندي وكمل اللي نقصني مسألة مش عبقرية اوي يعني والناس بتاخدها لكن اتا في الاسناء ايه هل اعني عايزين نوثبت ان اتحادل الدولي كان عنده حق لما المصر تتحطى تحت الوصاية ويعين لك لجنة لمدة ثلاث سنين مرة خمصية ومرة ثلاثية تشتغل بشكل فردي وضع مهين مهين جدا للكرة مصرية ما فيش يا استاذ برئيس سيستب ما فيش حد بيسلم حد عشان يكمل لكن كل واحد يجي يقولك اصلي قبلية هو اللي غلط فبصلح ما بيصلح شي طيب عشان هي المسألة يا جماعة اكبر بكتير جدا من انها تختزل في نتيجة منتخب في بطولة لانه لما بنتكلم بنتكلم مدربين المنتخبات يقولك لفنا وعملنا وما فيش مواهب عارفين ليه ما فيش مواهب ما فيش تمكين للمواهب كرة الخدم اللعبة الشعبية بتاعة الغلابة والبسطاء اتحولت الى لعبة عايزة وليه الامر يدفع فلوس كتيرة عشان يقول اولاده يدخلوا تالنهاردة فيه لعبة فيه مدربين ومش عايز اذكر اسمها بس فيه مدربين فاندية منافسة اتحولوا الى كشفين مبتزين ينزلوا الارياف يلقط كمعيل ويقول لكل واحد فيهم وليه امر ادفع عشر تلاف جنيه وانا هودى ابنك لنادي كذا انا عايز احكي لك الاسبوع اللي فات مكلمتين اه الناس بتاخد رأيي اه فمنهم واحد بيقول يا استاذ عدل ليه واحد صحبي هو مش ميسور الحال قوي مطلوب ان ابنه عشان يطلع الدولة في الخليج يدفع تلاتين الف جنيه اطلق قوة يدفع ولا مالين اللي عايز ابنه يبعث له الاول يستدعي على نفقته ويعمل المعايشة ويرجع مش يدفع لوحد هنا وهو مش عارف مين اللي حياته زي اللي بددوهم ماليزيا وزي اللي بددوهم صفرهم وشيبهم هناك هناك بيروح ماليش حد يقبله الوهمة بقى وده حصل مع حد اعرفه ده مدرب بقى الانكت صفروه عيني وتحوش العمر اللي عمالها راح ده الواحد عشان يجيب له شغل في بقى كلملي قال انا مش لقى حتة عقد فيها الناس ما قبلتنيش وبتاع وبقى كل بنتدور له على حتة يشتغل فيه طيب اخد بالك فما بالك بقى النموذج ده وخصوصا في القرياف الناس اللي بتدفع تلاتين الف جنيه بيبقى تاما يدفع عشان يجيبه لنادي في القاهرة عشان إبراهيم ده بيبقى تاما قراط أرض اه طبعا ده بيدفع علشان يروح يلف في الأقاليم يلقط عيال وتعالوا كل واحد يدفع عشر تلاف جنيه ويجيبهم هنا يودي ده نادي كذا وده نادي كذا وده نادي كذا لمجرد وبعدين الكشاف الافند المبتز ده الفاسد يبقى مربط مع المدربين بتوع الاندية خد لك عيالين وودي لك كذا فتبص تلاقي المسابقات أولا الولد في الأصل مش لاقي حت يلعب فيها مراكز الشباب اللي الدولة بتعملها علشان الولاد يلعبوا فيها كل مركز شباب يؤجر ملعب بالشيء الفلاني يعني مبدئيا الطفل مش تلاقي مكان يلعب فيه كورة بلاش عايز يوميا يدفع قد كده عشان يلعب ماتش كورة ما بين أكاديميات لعبت الكورة السابقين أنا أحكيلكوا وقاع والله نجوم نجوم كورة نجوم كورة دوليين كبار واحترفوا يجي الواحد فيهم داخل على أي نادي هشتري منك فرقة 14 سنة حديلك في السنة 300 ألف جنيه ومالكش دعوا بحاجة ويروح جايب هو الـ 25 ولد واخد من كل واحد فيهم 30 أربعين ألف جنيه عشان يسجلوا عشان يقولوا في نهاية الموسم هواديك نادي كذا أو كذا أو كذا تلاقيه مثلا حاجز المكان ده في النادي ده ده فعله المبلغ ده واخد من بره قد منه ضعفين تلاتة من دم الغلابة شوفوا المتاجرة في أحلام البسطاء والغلابة عاملت زي ودول نجوم وشهير على فكرة اللي كل واحد فيهم شاريه له مكانين تلاتة في أكتر من نادي الاتحاد بيسكت ليه دور القطاعات والبرع متسابع على كل ما فيه بعد كده تتكلموا على انحصار المواهب وقلة المواهب والمسألة تحولت لسترزاء في القاعدة ما هي دي قاعدة الناشئين اللي المنتخبات هيختاروا منها اللي أبواب تقفلت قدام العيال الغلابة اللي موهوبين اللي تلاقيهم في الأرياف أو في الحراط أو في النجوع أو في القرى مش لقيهم فرصة ليه ما يتفتحشوا قدامهم مراكز الشباب اللي الدولة عملها من أموال الدولة ليه تتحول ملاعب مراكز الشباب اللي الدولة عملتها إلى ملاعب تجارية كل نادي أو كل مركز شباب يفرض على كل حد عايز يأجر السعب كذا أو يأجرها الأكاديميات خاصة طب هو الكلام ده تحت رقابة مين ما في النهاية نوفر للطفل الصغير فرصة أن يلعب الشوارع ما عادتش موجودة مش موجودة الملاعب في المدارس ما عادتش موجودة الأفنية ضاعت وحتى مراكز الشباب والأكاديميات أديكم شايفين المتاجرة في الناس الغلابة مطلوب أن وليه أمر مطحون يدفع قد كده عشان ولاده يلعبوا كورة خش بقى خش بقى على مصابقات الناشئين خش بقى على مصابقات الناشئين كنت لسه في اجتماع كده في الشركة فكنت بكلم مجموعة من نجوم اللامع يعني المفترض أن احنا بنفكر مع بعض إزاي نطور الليلة قلت له أنا يعني في 2005 لما رحت الاتحاد على الفكرة كان معايا الدكتور أشرف صبحي وخالد لطيف خالد رفعت خالد رفعت والله أرحمه يسري حلمي بتاع سكة الحديد وكانت دراسة دولية بتنظيم الاتحاد الإنجليزي وبالاشتراك مع الاتحاد مع المنشاة سيرونايت قلت له الناس هناك مفهومها في الأكاديميات والحاجات دي زي ما كورفر كان بيعمل في النادي الإنجليزي الاستمتاع وتنمية المهارات بالضبط لسن 14 يجهزوهم لأول مسابقة تحت 16 سنة ده المان يونايتد هو وفي المان يونايتد أنا قلت لك الحكاية دي قبل كده لقيت شراءة كورفر بتاعت الإنجليزي لقيت شراءة كورفر في مكتب المدير الرياضي لما بقوله احنا بنعمل النظام اللي انتوا بتحكي عليه ده خدني من ايدي لقيت الشريد مكتوب عليه النادي الاهلي براعم كذا قال لي ما كورفر كورفر بتاع الاهلي خدت تجربة الاهلي وهو اللي بيشتغل المستشار بتاع الناشئين في المان يونايتد عملوا عملوا تنظيم يعني عملوا تجربة وهو كان بيعملها كان مبدأوا كده سيب اللاعب يستمتع وهما كانوا سمين المهارة عشان كده طلع ندفد ومارادونا ومش عارف ايه والكلام ده هو اللي كان بدر رجب كان فيه مهارة معينة فلال فلالدي برقص كده دي بتاع ترونالدين اعمل دي بتاع ترونالدين استمتع مفيش فيش حاجة اسمها فيه مهرجانات اه يلعبه واخد بالك على تايتل انه مش بطولة ما يطلعش اللاعب مدربه زعقله ويتخاني معاه والولد عايت وقفله وزعقله على الخط يضيع شخصيته انه ما يقدرش يمسك الكورة ويعبر عن نفسه وعن موهبته مش عارف يستمتع اللاعبه وصغير محمل بالمسئولية عادين نرجع تاني شوف قال ايه النظام ده قام ما نشوف نبعد تاني ناس تتفرج يمكن النظام ده تغير دلوقتي نشوف تغير ووصل لإيه عايزين يا جماعة يعني بس ناس تبقى عاملين تجارب دلوقتي تحت اشراف الوزارة بس انا اشم ريحة والمشروع ده ايه الهدف منه حيروح فين يعني المواهب اللي عمالة عشر خمستاشر عشرين نجم كل واحد معاه فرقة وبيلعبوا وبيصرف عليهم مبالغ طائلة يعني طب وبعدين ايه الهدف من التجربة دي اللي حنكتشفهم دول حنعمل فيهم ايه حنوجههم بقى للحيطة اللي احنا عايزينها بصفتنا القائمين عن مشروع ولا مشروع تجاري ولا الفكرة كلها اننا ناخد اللعيبة دي بقى بدعم الأندية اذا كان فيها مواهب اطلعها للتصدير الخارجي طالما الأندية تقول لك ان اصرف وخايف على مستقبلها هي لازم يقبأ فيه فكرة ورا كل شيء بنعمله نوصل بيه لإيه عايز اسمع الكلام دي عايز مرة نقعد كده ونسمع نسمع بعض ونسمع التجربة دي معمولة هنوصل منها لإيه إيه الهدف منها والدولة بتصرف عليها لإيه عشان تعمل إيه اكتشاف النجوم ثم بعد ما اكتشفهم محاوديهم فين دي تسؤولات مهمة ترجمة نانسي قنقر